مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله إليكم الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام هذا الأسبوع نتوقع يوم الأحد استمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبي وبالتالي تستمر الأجواء باردة وماطرة على فترات لكن بشكل أخف والاثنين والثلاثة والأربعة إن شاء الله استقرار على الأجواء لكن هناك حالة من عدم الاستقرار الجوي نهاية الأسبوع مشاهدينا فاصل ونواصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن الجي الرؤية الحديثة مختبرات ميد لابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى نبدأ من يوم الأحد يوم الأحد استمرار الأجواء الباردة غائمة ماطرة على فترات بإذن الله لكن الأمطار تكون أخف من أنطار يوم السبت وبتتركز الأمطار في المناطق الشمالية والوسطى بعض أجزاء من شمال المنطقة الجنوبية درجات الحرارة أقل من المعدل المنطقة الشمالية العظمى المتوقعة 15 والصغر 11 المرتفعات الوسطى بحدود 11 درجة والصغرى بحدود 9 درجات مئوية المرتفعات الجنوبية 10 إلى 6 الأغوار والبحر الميت 20 إلى 13 درجة وخليج العقابة 20 إلى 12 البادية الجنوبية الشرقية 14 إلى 7 والبادية الشرقية 17 إلى 7 درجات مئوية يوم الأثنين إن شاء الله استقرار على الأجواء ارتفاع قليل على درجات الحرارة لكن تبقى الأجواء باردة نسبيا نهارا باردة ليلا أجواء ما بين مشمسة وغائمة جزئيا العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 16 والصغر 11 المرتفعات الوسطى 14-9 والمرتفعات الجنوبية 13-7 والأغوار والبحر الميت 23 إلى 13 خليج العقابة 22 إلى 14 والبادية الجنوبية الشرقية 15-7 والبادية الشرقية 16 إلى 7 درجات مئوية يوم الثلاثة إن شاء الله ارتفاع آخر على درجات الحرارة أجواء مشمسة نهارا تميل للبرودة ليلا العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 18 والصغر 11 المرتفعات الوسطى 15-9 والمرتفعات الجنوبية 15-8 الأغوار البحر الميت 24 إلى 14 وخليج العقابة 24 إلى 15 البادية الجنوبية الشرقية 17-8 والبادية الشرقية 19 إلى 9 درجات مئوية يوم الأربعة إن شاء الله أيضا الأجواء مشمسة بالنهار تتخلى لها ظهور بعض السحب هناك فرصة لبعض الأمطار أو احتمال بعض الأمطار في المنطقة الجنوبية من المملكة لكن الحرارة الأضمى المتوقعة في المناطق الشمالية 18 والصغرى 13 المرتفعات الوسطى 14-11 والأجواء في المناطق الشمالية والوسطى ما بين مشمسة وغائمة جزئيا في النهار لكنها تميل للبرودة ليلا المرتفعات الجنوبية غائمة جزئيا مع احتمال بعض الأمطار المتفرقة 14-8 الأغوار البحر الميت 23-14 وخليج العقبة 22-15 البادية الجنوبية الشرقية 17-10 والبادية الشرقية 20-11 درجة مئوية يوم الخميس إن شاء الله حالة من عدم الاستقرار الجوي أجواء غائمة جزئيا درجات الحرارة أعلى من المعدل بقليل وأيضا هناك فرصة لسقوط زخات متفرقة من مطر أحيانا في أماكن عشوائية ومتفرقة من مملكة المنطقة الشمالية العظمى المتوقعة 17 والصغرة 12 المرتفعات الوسطى 15-10 والمرتفعات الجنوبية 12-9 الأغوار البحر الميت 22-13 وخليج العقبة 21-15 والبادية الجنوبية الشرقية 15-10 مع أجواء مغبرة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح المنطقة الشرقية 16-11 درجة مئوية يوم الجمعة يوم الجمعة أيضا أجواء غائمة جزئيا درجات الحرارة أعلى من المعدل أيضا هناك فرصة لبعض الأمطار المتفرقة أحيانا العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 18 الصغرة 11 المرتفعات الوسطى 14-10 المرتفعات الجنوبية 13-8 الأغوار البحر الميت 23-14 وخليج العقبة 22-15 البادية الجنوبية الشرقية 15-8 والبادية الشرقية 17-9 درجات مئوية مشاهدينا شكرا لمتابعة نترككم في أمان الله المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن LG الرؤية الحديثة مختبرات ميد لابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعود وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة